السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز التمرين 43 صفحة 17 من الكتاب المقرسي المفيد في الرياضيات لسنة الثالثة إعدادة. قالوا إن فالتمرين حل المعادلات. المعادلة اللولة كما تحدثون هناك الثاني. هنا كلاحظة هذه المعادلة كما تبدأ؟ تبدأ بأن هذه اللولة X و 62 مقصر مع مستبقها المثالة. وتبدأ في مورتوساوي هنا. عندي X زائد الجوج. تقريبا بين هنا. هذه مستبقها المثالية وإنها X و 62 مقصر مع الجوج أو الجوج. وهذه نعمل بجوج. إذا أقول للعمل المشارك وهو X. نحضر مع هذه المستبقها المثالة. أقول للعمل المشارك هو X زائد جوج. إذا سنقوم بالمعادلة الآتية. عندما نحرق المرحيل. X و 62 ناقص 22 زائد. آآ اثنان عامل X زائد اثنان. ثلاثة X ناقص خمسة. ناقصاً دو زلات الجه ناقص ثلاثة عامل X زائد اثنين. الكل أس اثنين يساوي الصفر. دو سادي اللي هنا وضعت منها. عامل X زائد اثنين يساوي الصفر. يساوي عامل X زائد اثنين يساوي الصفر. غامل فيه إكس زائد اثنين عامل X ناقص جوج زائد. الجوج عامل 3x ناقص خمسة ناقص 3'tx زائد اثنين يساوي صفر. هذي عملت بها بق Eigen. هذه عملت بها بقا Hazara색. هذه عملت بها بقاiere X ناقص جوج. هذه عملت بها بقاiere X ثلاثة X ناقص خمسة. عملت هنا أو I 2. وحدة مضربة في نفسها. عملت وحدة وحدة بقتل 3 عمل وحدة بقتل هي X زائد 2 عمل X ناقص 2 زائد 6X ناقص 10 ناقص 3X ناقص 6 يوسف ويوسف فضل هي X زائد 2 نبقى به الحساب الدقس X زائد 6X هي 7 و7 ناقص 3 X زائد 6X هي 7 و7 ناقص 3 هي 4X ناقص اتنين ناقص عشرة هي ناقص اتنى عشر ناقص ستنين ناقص سمانية عشر يساوي سفر يا اكس زائد اتنين يساوي سفر او اربعة اكس ناقص سمانية عشر يساوي سفر يا اكس يساوي ناقص اتنين اها اكس يساوي ناقص اتنين او اكس يساوي ثمانية عشر على اربعة اعملوا بي اثنان تولي اثنان على اه تسعة على اثنان. اذا حل المعادلة هما العددين ناقص اثنين وتسعة على اثنين. نكون بذلك حليك المعادلة انا اضافة لانه انه ضروري. اشكائي اشكائي اخرى من ان يكون تمرين عاقين. انه احد اشكائي اذا لم يكن هناك معناه. اذا موضوع على اشكائي اخرى لانه انه لا تعرف اشكائي اخرى لانه اذا لا اعرف منها ان يقرأ اذا اذا اذان اعرفون ان يقرأ. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.